بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 بدأ يلوح في الأفق تحالف عسكري إسرائيلي خليجي بحجة مواجهة إيران إيه هو التحالف الجديد وإيه فرص نجاحه وماذا يمكن أن يحقق للدول الخليجية أو للكان الصهيوني بدأت معالم تشكيل تحالف عسكري صهيوني مع دول خليجية تلوح بالأفق منذ أشهر عدة وتشير تقديرات صهيونية إلى أن الحلف جرى تشكيله بالفعل العام الماضي بينما بدأ يزداد قوة ويكاد يتحول إلى تحالف رسمي يعني إذن هو تحالف ظل هو موجود في الحقيقة ومتشكل ويقوم بعمليات مشتركة بقيادة صهيونية ويكاد يتحول إلى تحالف رسمي في ظل المساعي الصهيونية الإماراتية للتعاون العسكري المشترك نحن شفنا الفجور الإماراتي والطغيان وكيف أنها قامت بعملية تطبيع عبر وسائل الإعلام بترويج وتسويق كبير ومحاولة شرعنة الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية لم تكن العلاقات الصهيونية بدولة المؤامرات واضحة للعيان بعد حين بدأت أبو ظبي تنسق أمنيا وعسكريا مع الكيان الصهيوني قبل أكثر من عشر سنوات يعني هناك تحالف سري قائم ما بين الكيان الصهيوني ودولة المؤامرات من عشر سنوات تقريبا وهي العلاقات التي ظلت تتطور حتى أعلن اتفاق التطبيع الرسمي بين الجانبين والذي كان أهم ما بني عليه هو التنسيق الأمني والعسكري والتكنولوجي لذلك رأينا بداية الزيارات كان رئيس المساد الإسرائيلي يقوم بزيارة دولة المؤامرات في إشارة واضحة أنه تطبيع عسكري أمني استخباراتي تكنولوجي وكانت وسائل الإعلام الصهيونية قد كشفت أن الكيان الصهيوني سعى سرا خلال السنوات الماضية لبناء القدرات العسكرية لدولة المؤامرات لتحقيق مصالح مختلفة ويشير إلى أن العلاقات الصهيونية بدأت بين الجانبين بشكل سري للغاية منذ عام 2011 علشان كده فهم هذه الخلفية مفيد جدا أن ما حدث من انقلاب عسكري في مصر إنما كان الواجهة الإمارات ولكن العقل والمخطط والمدبر هو الكان الصهيوني ما حدث في اليمن ما حدث في ليبيا ما حدث في شرق المتوسط ما حدث في العالم كله من إعلان حروب وتدمير وإلى آخره كانت الواجهة والقفاز فقط عيال زايد ودولة المؤامرات ولكن العقل والمحرك والمدبر والمخطط هو الكيان الصهيوني وبعد أسابيع قليلة من إعلان التطبيع قررت دولة المؤامرات المشاركة في مناورات عسكرية مع القوات اليونانية في جنوب قبرص وهو ما رأى مراقبون أنه بداية تعاون عسكري إمارات الصهيوني إذ جاءت المناورات في ذروة التوتر الحاصل في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وجنوب قبرص ومصر والكيان الصهيوني من جهة أخرى تحالف عسكري يعني هذا التحالف الذي يتشكل هو تحالف في الحقيقة ذو طابع عسكري عدواني في المنطقة وفي ظل المعطيات والمؤشرات كافة ومن ضمنها سماح تل أبيب لواشنطن ببيع مقاتلات من طراز F-35 وهذه الطائرات بالمناسبة المتطورة جدا والتي حرمت منها تركيا بحجج وهي وكان الكيان الصهيوني يريد أن يكون هو المتفرد فقط في الشرق الأوسط فمعنى أن يسمح لأبو ظبي تحديدا بامتلاك هذا النوع من الطائرات لكي يكون رأسه برأس الكيان الصهيوني شكلا فإنما يدل أن أبو ظبي قد تحولت لقاعدة عسكرية استخباراتية للكيان الصهيوني يعتبرها آمنة وهي جزء من التراب الصهيوني أو من دولة إسرائيل الكبرى لم تكن تصريحات قائد سلاح الجو الصهيوني الجنرال عميقام نوركين حول العلاقات العسكرية مع الإمارات مفاجئة ونقلت قناة 124 الصهيونية عن نوركين قوله في السياق ذاته ثمت فرصة عظيمة وفرصة استراتيجية بالاتفاقيات مع دول الخليج لن يمر وقت طويل حتى نشهد مناورات مشتركة بين القوات الجوية في الخليج وأضاف قبل عام حلقنا بتدريبات في اليونان مع سلاح الجو لدولة المؤامرات هذا سيعزز الاستقرار الإقليمي لا شك أن ما تابعناه الآن من تحالف خطير جدا تشكل سرا قبل عشر سنوات وأصبح الآن شبه علني وربما يعلن عنه رسميا في الأيام القادمة بأن الكيان الصهيوني أصبح يقود منطقة الخليج وأصبح يتواجد فيها بشكل رسمي وقانوني وأن دول الخليج أصبحت بمثابة قواعد للكيان الصهيوني أن أمريكا التي تتراجع وتغرق في أزمة داخلية طاحنة وربما تشهد الأيام القادمة انقسامات سياسية وربما حرب أهلية وربما ما هو أبعد من ذلك نتيجة أن ترامب لا يريد أن يسلم بأنه هزم في الانتخابات وأن ما جرى هي أكبر عملية تزوير جرت في تاريخ أمريكا وأن ما يتم الآن ما هو إلا انقلاب أبيض لإزاحة ترامب والإتيان بجو بايدن بينما يرى جو بايدن نفسه هو الفائز في ظل هذه المعضلة الكبيرة وانقسام الشعب الأمريكي ما بين سبعين مليون مقابل بضع وسبعين مليون يجعل من الوضع هناك خطير وكرة ملتهبة جدا في داخل أمريكا أمريكا التي ستعاني كثيرا للملمة جروحها وتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها سواء أزمة متعلقة بكورونا أو أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية في ظل تراجع أمريكي وانكماش داخلي حتى وإن بدت ظاهرا أنها لا تزال هي القوة الأولى عالميا ولكن واضح أن الصين قطعت شوطا كبيرا في إزاحة أمريكا ونجد كذلك روسيا تتموضع عسكريا في منطقة الشرق الأوسط وأصبح في الخمس السنوات الماضية تراجع أمريكي وانسحابات من المنطقة بينما نجد تمدد روسي وبروز قوى إقليمية كبرى مثل تركيا التي فرضت نفسها على الواقع الإقليمي والدولي يبأ إذن هناك تشكلات كبيرة في المنطقة سوف نجد لا نقول محور أمريكي ولكن سنجد محور صهيوني بغطاء خليجي أو عربي هذا الغطاء الذي شكله ترامب قبل رحيلة وفي عمليات التطبيع الكبرى والهرولة جعل من عدد من الدول العربية عبارة عن امتداد لدولة الكيان الصهيوني وتنفيذ لما عرف بصفقة القرن أي أن المنطقة بالفعل قد تم إعادة هندستها وتشكلها وأن هناك تحالفات قديمة انهارت وماتت وأن هناك تحالفات قديمة انهارت وماتت وقبرت وربما في الأيام القادمة نشهد تحالفات جديدة ومحاور جديدة وبروز قوى جديدة لا يمكن لهذا المحور أن يتشكل الصهيوني الخليجي أو ما يعرف بهذا السرطان في المنطقة لا يمكن أن يبرز منفرد وأن لا نرى في المقابل بروز محور إسلامي نظيف ربما تكون في تركيا ربما تكون في دول أخرى إسلامية في منطقة القوقاز ربما تكون في إندونيسيا أو ماليزيا أو بعض الدول التي استعصت على التطبيع والدول التي تمانع ربما نرى في باكستان وهي دولة نووية كبرى لا شك أن هناك تشكلات كبيرة وأن ما يحدث من تشكلات في عام 2021 ربما يحدد خريطة العالم لمئة عام قادمة أو أكثر نسأل الله عز وجل أن يخذل كل من يقف في طريق الإسلام وأن ينصر كل من يرفع راية الإسلام في المنطقة متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر